اشتركوا في القناة ففي حصيلة جزئية من الثلاثين اوت الى الثامن سبتمبر لقي 12 شخصا حتفهم وتعرض 402 لجروح متفاوتة على مستوى المناطق الحضرية تضاف اليها المجزرة المرورية التي حصلت بولئة الجلفة يوم الجمعة الماضي مخلفة 11 ضحية وخلال ترأسه مجلس الوزراء الاول من نوعه بعد التعديل الحكومي اكد رئيس الجمهورية ان حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا نظرا لاستفحالها في الاونة الاخيرة من جملة التعليمات التي امر بها الرئيس تسلط اقصى العقوبات في حال ثبوت عدم احترام قانون المرور المراقبة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة اشهر تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات من خلال تنوب السائقين على محاور المسافات الطويلة تشديد اقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين هي اجراءات ستعمل السلطات المعنية على تطبيقها لا سيما في شقها المتعلق بالردع فالمعطيات تشير الى ان اسباب الحوادث تعود بالدرجة الاولى للعنصر البشري بنسبة تفوق ال 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور رئيس الجمهورية وخلال مجلس الوزراء اعطى تعليمات لدعم قطاع النقل سواء البحر او الجوي علاوة على تنظيمه اكثر خصوصا في مجال نقل الاشخاص والبضائع فجاءت تعليمته كالاتي الاسراع في اقتناء طائرات وبواخر لتدعم الخطوط الجوية والبحرية من الجزائر نحو الوجهات الدولية الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة جوية وبحرية تحويل الطائرات الخاصة المصادرة باحكام قضائية ضمن قضايا الفساد الى الاستغلال في اطار المنفعة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر